صرفنا أي بعثنا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الجن وأمرهم أن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يستمعوا منه القرآن فجاء نفر من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن فاستمعوا له ووعوه في عقولهم وقلوبهم ثم بعد ذلك رجعوا إلى أقوامهم يدعونهم لدين الله الإسلام ويحذرونهم من عذاب الله فهؤلاء الجن المسلم أصبحوا دعاة إلى دين الله وامتثلوا لأمر الله ولأمر رسوله ودخلوا في دين الله أي الإسلام فهناك جن مسلم وهناك جن كافر وهذا دليل قاطع من القرآن على وجود الجن في عالمنا وكل من ينكر وجود الجن في عالمنا يكذب الله ويخرج من دين الله لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة أي بدليل قاطع من القرآن فالله سبحانه وتعالى يقول لك أن الجن موجود وأنت تكذب بذلك وتشكك بذلك فأين عقلك وأين قلبك